ابطال سنوية عامة مساء الفل مساء الجمال على كل واحد في سنوية وكل واحدة في سنوية وحشتوني كتير جدا ومعليش باعتذر عن البث المباشر لان في مشكلة في التقنيات وفي مشكلة في المعلومات اللي وصلتني عن البث المباشر فما كنتش عارف بعض الحاجات عنها وكمان ما كنتش عارف اني لازم يكون في تقنية عالية في الانترنت او سرة انترنت عليها ودي صعب توفرها دلوقتي فبعتذر عن البث المباشر واللي انا هقوله لكم في البث المباشر هنقوله دلوقتي مع بعض كمان دي الحاجات المهمة اللي متوقعة جدا جدا في الامتحان آآ بالاضافة للفيديوهات اللي بتاعت والترانسليشن والمواضيع المهمة اللي هتدخل تشوفها على طول آآ في القناة دلوقتي انا عايزة راجع لمنهج وبسرعة في عشر دقيقة واقل وخصوصا الاتشوز واسئلة الاسئلة المهمة في الامتحانات وكمان عايزك طبعا لايك وشير وسابسكرايب ده مش وقته بس بقدر الامكان دعمني آآ لو فضيت يعني ان شاء الله تعمل كده ما فضيتش خلاص يا اسي انا مسامح المهم تركز بس في امتحانك وتركز في كل كلمة وتركز في كل الفيديوهات اللي انا ببعتها وابعتلي تعليق في تعليق الناس اللي هي آآ اتشايرت اللينك عشان البث المباشر اكتب لي تعليق في القناة وانا هرد عليك في اي سؤال عندك او اي جملة او اي حاجة مش 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 واضح آآ خلينا نخش على طول آآ بي كارفول وز وات هي سخش هاته اي ي somebody eats Però هو لازم يبقى حريص اللي بيكلو آآ ه ه ه ه ه ه ه ه داياب tayب عندو مراد السكر يبقى ه هف تو متى نفعش عشان هي ومست متى نفعش هي انسب واحدة طبعا نيتس تو اسببا تبعا عنان يس بي كارفول وان راننج ناكس تو بجانب حمام السباحة وهو بيكري طبعاً 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 ما تقوليش ما تنفعش طبعاً ده بتاعت الماضي تمام؟ أنا هنا بقول لك وين رونين وبعد كده يعني قدام الكلام ده يعني في البريزنج يبقى الأنسب طبعاً هتبقى وينين تدي للنفي مش هتنفع طبعاً سياسة الإجابة على سؤال ده اللي هو الـ إن أنا لو أنا وقفت معي الدنيا خالص بستبعد الإجابات اللي أنا بعيدة خالص وبعد كده أفكر أحزف الإجابات البعيدة وبعد كده أفكر في الإجابة أو الاثنين اللي بيفضلوا عندي اللي بعد كده هنا to space to stay at home because I was ill طبعاً هنا to space to stay at home because I was ill هنا I I أنا كنت مضطرة في البيت لأني كنت مريض هنا في كلمة was حلو جداً أنا لازم أحدد شوية حكات في الجملة كده عشان أقدر أشتغل عليها مدام في was طبعاً يبقى دي في الباست يبقى مصة مش تنفع لو أنت بتفكر في مصة عشان في to في to يبقى حاجة من اللي قدامي دول have لو هي في present وهاد لو هي في الباست طبعاً أنا في الباست هيتبقى head بالظبط كده اللي بعد كده يبقى you are not drive طبعاً في في الباستو بي مش ينفع معا أبلي have ومش ينفع ده ومش ينفع مصد ومش ينفع دلنت إذا ما بدأياً مدام في في باستو بي يبقى أنا أفكر إيه عايز طبعاً صفة اللي هي مسمح له أو غير مسمح له عشان فيه not يبقى you are not انت غير مسمح لك to drive a car without a driving license we have moved to a new home so you space come to visit us and see it هنا لازم تيجي وتشوفنا هنا دي عزومة قوية جداً 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 ما ينفعش هنا غير must للعزومة الشديدة القوية أنا بستخدم must ما ينفعش هنا have to فهنا الإجابة تبقى must اللي بعديها we buy souvenirs from our friends لصحابنا ونشتري هداية اسكرية لصحابنا آآ الإجابة نشتري من هنا while we are here بالمرة برضو ده لما تبقى نصحة قاوي ونبع من جوايا يبقى must use space pin انت ايه تشتري ألم I can lend you one قاعد رسلفك واحد يبقى انت مش مضطر اللي جابه هنا needn't سارة was made was made اقبرت او حد اقنحها space here room was made يبقى مدام هي مدام هي حد اقنحا هي تعمل كده يبقى was made to clean her room تمام لان دي passive لكن لو قلت جملة مثلا خلي بالك من الجملة دي او اللي جاية او هتيجي كمان شوية لو قلت مثلا mother made سارة يبقى clean بس تمام لكن هنا عشان معمولة passive يبقى to clean we expect expect يبقى to pass على طول expect من الحاجات اللي بيجي معها to plus I regret ينفع to plus infinite وينفع ING طب انا بندم على ايه او هندم على ايه ان انا اقولك او ابلغك ولا على حاجة حصلت لو على حاجة حصلت يبقى ING لو حاجة لسه هعملها يبقى to plus infinite هنا حاجة حصلت اللي هو تضيع الوقت السنة اللي فاتت يبقى wasting my time last year you buy a pen تشتري الم I can lend you one هنا الانسب انت مش مضطر كان مرة هنا قبل كده جات لي بنيدنت وهنا جات ليب don't have to buy I space stop eating sweets they are really they are really bad for me سيئين جدا بالنسبالي تمام يبقى انا في الحالة دي انا اعيه ممنوعة واقف اكل الحلويات لو انا هقول mustn't دي تاخدع لان الناس لما تشوف حاجة وحشة بتقولك mustn't على طول من غير ما تفكر في باقي الجملة لازم تفكر في الجملة كويس يبقى هنا اقول ايه I must تمام كده The salesman denied anchor من الحاجات اللي بيجي بعد منها ING taking على طول طبعا مش هيجيب لي اتنين taking مش هيجيب لي اتنين يبقى صح ولو في اجابتين يسوي بعض بالزبط يبقى لتنين المستبعدين تفكر في اللي غيرهم We regret احنا بنندم ايه او احنا اسفين على ايه اه طبعا هنا يبقى to announce تمام ليه لان احنا لسه هقولك ان الفلايت رحلة الطيران will be cancelled اتلقت طبعا انا بعض يعني لو انا بندم على الحاجة عملتها ING لو بندم او انا حزين ان اقولك او اسف ان اقولك يبقى to plus infinity mother made sara clean ايوه بالزبط هنا ما ما خلت سارا او اقناعت سارا ان هي تنظف الحجرة بتاعتها يبقى to plus infinity لكن لو هي في الباسف لو ما اقول سارا was made يبقى لازم to plus infinity اللي هي too clean زي الجملة اللي جاءت قبل كده زي اللي هي سارا was made يبقى to clean watch out اي تحذيرات يبقى انا بستخدم going to اللي هو بالشكل ده تمام خلي بالك the cup is going to انا معي command D تمام يبقى is going to اي تحذيرات خلي بالك الكلام ده watch out and be careful وكلام ده يبقى am is going to i have decided مدام فيها قرار متاخد قبل كده يبقى برضو بستخدم going to تمام انا هسرع شوية وانت واقف وقرى براحتك الفيديو او اقرى الكلام براحتك واسيب لك صورة ممكن من من ممكن يسيب لك صورة مكتوبة لو حابب اه في الدسكريبشن ان شاء الله look at those black clouds it have denied ولا ايه اه have rained ولا والرين ولا is going to rain بص ده خلي بالك مدام في دليل يبقى is going to rain بس لو الدليل خلي بالك من دي عشان بتيجي في المبحان لو الدليل كان صفة من صفة الشخص لا يبقى will infinitive عادي يعني مسلا اقول لك tamir is very strong i think he will عادي جدا i think he will carry او he will win the race قاوي بها يفوز يبقى من الصفات الشخصية يبقى will عادي لكن لما يبقى دليل بالشكل ده بستخدم going to لكن لما اقول لك look at those black clouds بص للصحب السوداء اللي هناك دي انا هاعد في البيت يبقى ده قرار بيتاخد في نفس اللحظة هاعد في البيت دي يبقى will stay ده قرار بيتاخد دلوقتي زي مثلا لما اقول the phone is ringing i answer يبقى i هنا قرار سريع بيتاخد في نفس اللحظة يبقى will last infinite i promise i you a nice present يبقى i will buy you i promise طب لو ما فيش well infinite ينفع 2 plus infinite يبقى i promise to buy the cup is on the edge of the table it is going to fall خلي بالك هنا تحذير ان ده حيقى i remember ينفع الاثنين ينفع i in g وينفع 2 plus infinite طب هنا remember you sometimes when i was اه لما انا كنت في المدرسة يبقى هنا انا افتكرت حاجة حصلت يبقى i in g افتكرت حاجة ما عملتهش واعملها بعد الافتكارة دي يبقى 2 plus infinite تمام يعني i remembered to eat a sandwich يعني انا كنت اجعان وافتكرت ان اكل سندويتش فا اكلت لكن i remembered eating a sandwich اه ده انا نسيت ان انا اكلت سندويتش وبعد كده افتكرت ان انا اكلته قبل كده mother encouraged choice يبقى encouraged يجب بعد منها 2 plus infinite if i wear you i would avoid يجب بعد منها i in g traveling avoid i in g remember your umbrella with you افتكر انك انت تاخد الامبريلا الشمسية معك it's going to rain طبعا remember to take افتكر انك تاخد تمام لان افتكر وبعد كده عشان تاخد لو قلت remember taking يعني هو تذكر انه اخد الحاجة قبل كده toony is preparing to prepare i suggest i suggest خلي بالك من suggest يجب بعد منها in g applying for another job لكن لو i suggest احمد ما تقوليش applies عشان احمد تاخد اس لا suggest recommend يجب بعد منها فاعل ويجب بعد الفاعل infinitive حنان asked me i had been where انا كنت فين لان انا بتسأل على المكان انت كنت فين مارينا that she was traveling the following day طيب هي the following day دي اصلها ايه تمام the following day دي كان اصلها tomorrow tomorrow اه وتحولت يعني الجملة دي متحولة يعني دي الجملة دي غير مباشر طيب غير مباشر بس انا عندي هنا جويس يعني ايه جويس دي يعني مفعول اه يعني ما ينفعش وما ينفعش اسكد عشان فيه ذات اصلا ودي مش سؤال ودي مش نصيحة في نفس الوقت يبقى told i suggested لسايلها من شوية يبقى هي يجب بعديها مصدر ما ينفعش فيه اس لا مصدر بس the father space the children to take him to the zoo promised وعد ما ينفعش suggested وما ينفعش warning انه حذرهم the officer space the criminal to not to move انه ما يتحركش يبقى الضابط حذروا اللي هي warn it the boss asking me i had written my report or not whether اللي هي خلي بالك من w e a t h e r اللي هو go او talks لكن هنا انا بتكلم على whether اللي هي بتساوي if my boss asking me whether or not ما ممكن تبقى or not في الاخر بالشكل ده تمام يبقى نستخدم whether تمام او ممكن استخدم if i had written كذا or not لكن لما يبقى or not بعد النقطة على طول لازم استخدم وزر بس ما ينفعش if ماجي said that just now هي لسه ايلا just now هي لسه ايلا حالا ان الكلام ذا دلوقتي مدام فيه just now يبقى لجول الاقواص ما يتحولش يعني مرجعش خطوة للماضي يعني هتفضل present present well past past that her father he today is busy مثلا اني باباها مشغول النهاردة طبعا الاجابة تبقى is مدام هي بتقول ده دلوقتي تمام مستر هاني اسكد مي what دي متحولة يبقى بعد وقت لازم يجي فاعل انت على طول تدور لي على فاعل وفاعل في الماضي طيب the day before طب هي the day before كانت اي yesterday يعني في الماضي البسيط يبقى تتحول لماضي تام head plus pb مفهومة the shirt was cheap رخيص ودي حاجة ايجابية بالنسبة له انه هو يشتريها يبقى enough لكن two دي عايزة بعديها صفة لكن enough هي بتيجي الصفة قبليها في صفة ولا صفة واسم طيب دي صفة بس بس هو عادي لكن لو صفة واسم بعديها يبقى such وبعديها a او an او من غير لو جم او اسم لا يعد اي هاد توني هلب انا خليت توني او اقنعته انه يساعد هاد وفاعل عاقل وعاقل يبقى infinitive برضو got وفاعل عاقل يبقى too infinitive زي الجملة اللي جاية دي يبقى هاد وعاقل infinitive got وعاقل يبقى too infinitive طيب لو هاد او got وغير عاقل زي my car يبقى يقى بعد منها تصريف ثالث اللي هي الكوزيتف تمام i asked heba انا i asked heba to attend انا طلبت منها او i asked heba to attend طلبت منها ان هي تحضر الحفل he that his father would help him with his problems يبقى he هنا مفيش مفعول عشان اقول told هو على طول that يبقى he said وهنا مش سؤال عشان اقول asked او اقول wonder بعد كده شباب i asked محمود what then طيب انا اقضى سؤال والسؤال ده متحول لغير مباشر عشان اصلها دي كانت ناو وتحولت لزنت جميل جدا 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 وكمان كان فيه حلو خالص يعني الجملة دي كانت مدارع مستمر am is r ing هتبقى ماضي مستمر was aware ing بس لازم 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 بعد ادات بعد هنا لازم هنا يجي فاعل فاعل الاول اللي هو هي اللي هو محمود يبقى الدمير بتاعه هي وبعد كده الجملة في الماضي yesterday at 7.30 i my application to the company مادام yesterday بس لو في الماضي بس يبقى uploaded ولكن لما يبقى وقت محدد في الماضي يبقى past continuous model مستمر was aware ing بعد كده we will honor the writer works hard يبقى اللي بيشتغل الكاتب ده هو اللي بيشتغل بجد لكن لما اقول الجملة يبقى هنا هو عادي لكن لما اقول الجملة بالشكل ده we will honor the writer works اه اه خلي بالك works اللي اعمال و اللي كتابات و اللي الشغل بتاعه يبقى هنا whose it's planned that مادام تخطط لي يبقى am is are going to عايز اقول بسرعة my mother has me خلتني مادام قلنا have و have و عاقل يبقى infinitive got و عاقل يبقى two infinitive head و got و معهم غير عاقل يبقى عايز الحبوب او الكابسولات تمام the main dish was space good that اه هنا بقى برضو مفيش noun هو هنا صفة ذات عادي جدا i stopped انا وقفت و توقفت عن القراءة ولا وقفت عشان اقرأ لو انا وقفت عشان اقرأ يبقى stopped to read لكن و بوقفت الاراية عشان افتح و ارد على التليفون مثلا افتح الباب يبقى stopped reading تمام of the twenty applicants for the job had started abroad every easer booth each هنا طبعا ماينفعش افري لان هنا جاي بعد given يقع بعدها جام وبعد WWE وتنفع على المفرد who can labor مفيش مشكلة بس هي الوحيدة هنا اسم مفرد وهنا جاي اسم جانب تمام ويزر سوا مستبعدة مستبعدة وبوس ازاي وهم 2020 مش ينفى. my flat is tidy نضيفة مش مش هزق نفسي. I bother myself to get it cleaned. I need it. مش مضطرة عمل كده. where to وبعلي كده لجابة to present. the thieves were taking two thieves had been taken. where the thieves taken. وهنا ليه اولا ده سؤال. يعني انا عايز هنا فعل ومساعد. طيب انا فين الفعل مساعد اصلا. اه تنفع have وتنفع where. طيب انا هفكر كده معك بسوط عالي. طيب وبعد كده. انا الجملة دي فين في يعني انا عايز المفعول. المفعول هنا اللي هو ايه. وبعد ايه هتصريف تالت. بالشكل ده. يبقى where the thieves taken. as i had finished. او as soon as. as soon as i had finished my story. I space another one. طيب عادي جيت. طيب ما تقول لي مستر طيب هنا ما احنا خدنا ان دي يجي بعد منها. one وبعد كده. طيب اللي هي ايه. اه يعني ايه one الاول. one يعني الفعل القديم اللي حصل اول ويبقى ماضي تام. وبعد كده طيب اللي هو الفعل الماضي البسيط اللي حدث بعدي عادية جدا. before going shopping we had better decided. كلمة افروض نقرر بص الجملة دي. لو قلت مثلا the things مثلا. نقرر الاشياء. خلي بالك معايا كلا. نقرر things ايه. يبقى ايه. which. او ذات تنفع كمان. we need to buy. تمام. لكن هنا ما ما قليش. ما قليش things ايه. يبقى. we decided ايه. مدام ما قليش things ايه. ونقرر ايه. يبقى هنا الاجابة هتبقى what. تمام. we expect. مدام في expect. يبقى 2 plus infinitive. you show your passport. passport. when you travel abroad you have to. انت ده قرار ولازم تعمل كده. ومش نبع من جواك عشان اقول مصد لا ده انت مكبر عليه. the two players did badly in the last match sense of them had trained well. عشان بص لعبوا زي الزفت. اولا لعبوا زي الزفت. يبقى في المباراة الاخيرة. ليه بقى of them had trained well? both of them had trained well. دي بتن في ان هما لعبوا زي الزفت. تمام. either of them اما اي واحد فيهم يعني. لا طبعا ما ينفعش. all of them كلهم trained well ومش مش ينفع. طبعا ولا واحد منهم لعب كويس. لان هما اتنين. اللي بعد كده دينا last week. يا ترى دينا عملت ايه? gets her house to decorate. got her house to decorate. has her house decorated? had her house decorated? هتبقى had her house decorated? علشان في الماضي اولا هتحزف دي. هتحزف get so has. تستبعد اتنين. وبعد كده تفكر في اللي بعضيها. هطبعا هنا الهي مش عملت كده بنفسها. she had her house decorated. حد عمل لها البيت. طب ليه مش 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 got. لاني ما فيش got her house. ما فيش حاجة اسمها got her house to decorate. لاني لو got. يبقى her house decorated. تصريف ثالث. انا ما عنديش دي. doctors predict that chronic disease. طبعا مدام فيه predict تتوقع. وتنبؤات مش محسوبة يبقى will treat. there are times people can't work to live comfortably. هنا can't. يعني دي منفية. ما ينفعش منفية مع تو. لاني اصلا تو بتحوي جواه هنا في. يبقى can't work hard enough. hard enough. ما يقدروش يشتغلوا بجد بدرجة كافية to live comfortably. so far حتى الان many schools in the rural and european areas. هتبقى have been built. طبعا هنا هتبقى مدارعة تام اللي هي have. ده مش باسف. ده باسف او ده باسف. لكن انا بتكلم على so far حتى الان. مدام فيها so far. يبقى the present perfect بالشكل ده. دابليسمان asked the reporter about when he was jogging about a سال وعن ايه. طيب. بعد about مدام فيها اسكد يبقى سؤال متحول يبقى انا بتكلم على جملة متحولة. بعد الفاعل لازم. بعد لاتلسف اهم لازم فاعل. وبعد الفاعل فاعل في الماضي. يبقى الفاعل وفاعل في الماضي. انا عندي اللي هي دي اللي فيها head. هي او دي. طيب. يعني انا بستبقى للاثنين اللي في النص. يعني هو كان بيفقد. هو كان فين عن المكان اللي كان بيفقد فيه. ولا ولا انه ضيعه خلاص. طبعا هتبقى اه. خلي بالك افهم مع الجملة كواس. بيقول البوليسمان اه سأل الرجل الصحفي عن. وهو بيجري فقط ايه? وقع منه ايه? تمام? فهو قال له انت وقع منك ايه? فبيقال له كزا. طيب. فانا بحول الجملة دي اللي هي. يعني لما تحولها تبقى ماضي تام زي ما هي. مفيش ادنى مشكل. ما ينفعش تبقى ماضي مستمر. يعني هو قال له انت بتوقع ايه دلوقتي? فهو الراجل يقول له انا كنت بوقع كزا. لا طبعا. او كنت بضيع كزا. ما ينفعش كلام ده. aa my brother doesn't let himself easily by his طبعا هي الفكرة كلها في يجي بعد منها في الانفاناتف وبعد تصرف تالي طبعا المفروض الناس دي ما بتحبش تتعامل بالشكل ده او ما ينفعش نعملهم بقسوة shouldn't be treated I can't travel at 9 a.m. tomorrow حدد وقت بكرة تمام ليه بقى عشان انا هيبقى عندي او انا هكون في اجتماع يعني ده future continuous اللي هو هيبقى عندي مستقبل مستمر will be verb ing the meal was for free الراجل الواجبة كانت مجانية today النهاردة you space for it ما كنتش المفروض دفعت ليها you should have saved your money كنت وفرت فلوسك يعني انت عملت ودفعت طيب هنا كويس لو الحاجة تعملت في الماضي هقول له you didn't have paid ما كانش المفروض تعمل كده تمام ليه لان هو الراجل عمل فبقول له ما كانش المفروض تعمل كده لكن لو قلت didn't have to pay وهو ما عملش ما كانش المفروض تعمل كده وانت ما عملتش يبقى كويس تمام لو الحاجة تعملت بقول needn't have paid لو الحاجة ما كانش المفروض وما تعملتش يبقى didn't have to pay my school is a kilometer بس اي حاجة فيها مسافات هيبقى half بس مش هقول of half a kilometer from my home or my house it is an interesting book that i recommended هنا في صفة واسم مادم في adjective ونون يبقى such ما ينفعش so the bus got the bus the bus the bus يعني got the employees هنا got وفاع العاقل يبقى two plus infinity لما وصلت الحمد لله القطر ايه مش هو ينفع الاثنين في الماضي البسيط ماضي بسيط اه طبعا ينفع هنا لاني فيه luckily وهنا ما عنديش ماضي تام اصلا في الجملة بس ينفع ماضي يعني الاثنين دول ينفع وين معاها ماضي بسيط ماضي بسيط اللي بعديه هو محمد صلاح in England in the summer هو بييجي بعد منها two plus infinity my little sister had a mistake which for to apologize اللي هي طب هي apologize خلينا ناخد اللي بيجي مع which اللي هي حروف الجر لما يبقى ابص للverb اللي بعديها apologize is a for يبقى for which تمام على حسب الverb أو على حسب الجملة الحرف الجر بتاع الجملة يتحط قبل which تامر تامر سجست دي يجب بعد منها ING ولو في بعد منها فعل يجب بعد منها infinitive ولو ذات يبقى جملة كاملة علي he made himself طيب علي ما دم ايه بنفسه عمل الكلام ده بنفسه يبقى جملة عادية جدا ما تفكر ش كتير في الكالكا دي he cooked his dinner oh my mobile I don't my mobile what can I do يبقى هو ده لسه حالا خاصل واعمل ايه ومستغرب ومندهش يبقى ده الشغلان دي بتاعة المدارع التام اللي هو الحاجة حصلة سارا يعني told us that her baby then طب هي then دي اصلها نام وتحولت يبقى زمن كان M is R ING وتحول يبقى who was aware ING was crying doctors to be دلوقات ربنا يكون فاولهم الدكاثرة مطلوب منهم انهما يبقوا to do their best in case of emergency يبقى RRS كتبعا مطلوب منهم او يطلب ضم الاول وفاتح من قبل الاخر في المبدين ما يكون في العربي لسه مخلصين العربي she is space creative person that في عندي فاعل وصفة واسم يبقى هذه الشغلانة بتاعت such كذا وان وممكن من غير اوان لو هو بعدها اسم جامع او لا يعد walk home yesterday as i lost my money يبقى لاني فقدت فلوسي وضيعت فلوسي يبقى i need هتبقى هنا طبعا i had to walk home لاني فيها yesterday فهدي هتبقى في الباست هتبقى i had to تمام i had to عشان في الماضي have you seen space that she she bought اللي هي اشترتها from the book fair طيب هل انت شفت الموضوع كله على بعض يعني اللي اشترته طبع هنا مفيش حاجة استند عليها عشان اقول يعني انا افهم دي كويس لو انا قلت مثلا هنا the book the book هتشوفت الكتاب او حتى الكتب تمام هقول هنا عادي جدا لكن لا الموضوع هنا مفيش حاجة اقول ها او مفيش حاجة استند عليها هيبقى الاجابة هنا هتبقى واخر سؤالي ابطال ومستني ومستني اسئلتكو من الحاجات اللي بيجي بعد منها اي نجي مش بيقدر يمنع نفسه من الحاجات دي مستني مستني ومستني تعليقاتكم مستني الاسئلة وراجع الاسئلة راجع الفيديوهات انت لما تدخل على القناة الناس اللي هي كانت مستنية البث المباشر لما تدخل على القناة بتدخل على القسم بتاع مراجعة سنوية عامة عشان ماتدوهش عشان فيها حاجات كتير ومن مراجعة السنوية عامة هتراجع كلها وكل حاجات الانجليش اللي ان شاء الله جاي في الامتحان وهتطميني بكرة ان شاء الله واسمع ان شاء الله ان احنا قفلنا الامتحان بسبب حاجات خاصة تقنية كده عندي فبالتوفيق وربنا معكم نتقابل على خير ان شاء الله مع الف سلامة ابطال ربنا يطمن عليكم وخلي بالكم من نفسكم وربنا يوفقكم ان شاء الله باي باي